سترة الانتخابية في تونس بعد دعوة الرئيس قيس سعيد الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد في السبع عشر من ديسمبر كانون الأول المقبل انقسمت القوى السياسية ما بين داعم للمصار السياسي ورافن له وستجر الانتخابات وفقاً لقانون جديد بما في ذلك تحديد الدوائر ونظام الاقتراع تقرير مراسل بي بي سي لشؤون شمال إفريقيا بسام بونيني بدأ العد التنازلي للانتخابات البرلمانية التونسية في الوقت الذي ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اجتماعية خانقة وبدت التساؤلات ملحة مع تغيير قواعد اللعبة ستجرى انتخابات السابع عشر من ديسمبر كانون الأول بمقتضى قانون انتخابي جديد يكون فيه تصويت على الأفراد لا على القائمات عدد النواب سينخفض من 217 إلى 161 وسيضاف مجلس آخر ومجلس الجهات والأقلين سيكون ذلك لاحقاً الأهم أن هذه الانتخابات تجري فيه سياقاً عنوانه الرئيس الاستقطاب الحاد رغم تحفظاتها على ما ورد في القانون الانتخابي أكدت قوى سياسية داعمة للرئيس قيس سعيد مشاركتها في الموعد الانتخابي هذه المحطة الوطنية وليست محطة حزبية صرفة تؤسس لدولة جديدة تؤسس لمرحلة جديدة فبالضروري سنكون موجودين وسندخل في كل الدوائر الانتخابية لأنه بالنسبة لنا نريد أن نضع على رأس جدول أعمال العملية السياسية اهتمامات الناس لأن هذا هو الجزء الذي كان مفقوداً لمدة عشر سنوات موقف جاء على نقيد موقف خصوم سعيد الذين سيواصلون مقاطعة العملية السياسية مثل ما فعلوا في الاستفتاء على الدستور في يوليو تموز الماضي موقف المقاطعة هو في انسجام مع الموقف من المسار ككل اللي وصفناه بالانقلاب ومحاولة التفرد بالسلطة وتركيز منظومة ديكتاتورية بعيدة عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتداورة بشكل كبير للناس والأفق متاحه هو إسقاط الانقلاب وإسقاط هذا المسار ككل وقالت هيئة الانتخابات أنها مستعدة للموعد المرتقب لوجستياً وسياسياً استقلالية الهيئة هي استقلالية الأداء إذا كان هناك حسب التجربة التي خذناها سابقاً في الاستفتاء إذا كان هناك ما يشكك في استقلاليتها فما على من يتمسك بهذا المزعم إلا أن يثبته سوف نعمل على تدليل الصعوبات على اعتبار أنه الدوائر جديد أو التقسيم جديد ولكن الاستعدادات والعمل الحثيث من طرف المجلس كما قل وبين مواقف المسؤولين والسياسيين بدأ الشارع متذبباً أمام حالة عدم اليقين التي تعيشها تونس حاجة بشنا ننتخبه يزمن الشعب التونس ومفيقه مفيقه ومش نمشه تحت المتاهات نمشه في الشيء هائكا كمان في الأوهان وحسب الدستور التونسي الجديد سيتضاءل نفوذ البرلمان المقبل بعد عودة السلطة بمعظم صلاحياتها إلى قصر قرطاج الرئاسي بس أمبونني بي بي سي نيوز عربي تونس